توقف قليلا مع بعض هذه التفاصيل مع إياد الموسمي مرسلنا من عدن جنوبي اليمن إياد ما المعلومات المتاحة حول الاستهداف الأخير وهل تقف جماعة الحوثي وراءه أيضا الخير أحمد في الحقيقة نعم كان هناك انباء محلية تحدثت قبل ساعة تقريبا عن أطباق جماعة الروتين صاروق بابستي من مدينة مكيراس وهي مدينة أو بلدة في جنوب اليمن بالتحديد محفوذية مع محافظة البيضاء وسط البلاد كان هذا السكون أورد هذا النبأ العاجل بعدها اتابعنا أنباء وتقاريف من الهيئة البحرية البريطانية تتحدث عن بلاء بشأن حادث بحري على بعد 90 ميل بحري في خليج عدم تولدت الأنباء وتلتها اعتراف توتي عن إطلاق صاروخي باتجاه البحر العربي أو باتجاه خليج عدم كانت هذه هي الأنباء وهذه هي التفاصيل بالإشارة إلى أن هناك إطلاق صاروخي آخر باتجاه محافظة الضالع حيث تحدث شهود عيان عن صاروخ باليسي كما أطلاقه وسقط في منطقة الجحاف في محافظة الضالع إلى الشمال يعني الشمال هي محافظة الضالع جنوبية لكنها إلى الشمال من الصنعاء كان هناك هذا الخبر أيضا شهود عيان في البحج أو منطقة طور الباحة ترصدت بعض الوسائل الإعلامية عن مقذوب صاروخي كان في منطقة خالية من السكان لم يحدث أي إصابات أو أي ضحايا لكن كان هناك من اليوم هناك شهدنا أو تابعنا لكن أيات حتى اللحظة لم تصدر بيانات عن جماعة الحوثية تتحدث عن الاستهداف الأخير الذي تقول رويترز أنه كان لناقلة نفط مملوكة لشركة أمريكية نعم هناك تصريح رويترز أعتمد على تصريح في المتحد الرسمي للجماعة لكن كان هناك بيان قبل دقائق بالقوات البحرية الحوثية نشرت في وكالة الأنباء اليمنية تحدثت ضمنيا أنها مستمرة في إطلاق السواريخ ومنع السفن المتجهة إلى إسرائيل أو القادمة من إسرائيل هم لم يعلنوا بشكل رسمي كما نعرف لم يعلنوا بشكل رسمي إلا في حال ثبث أن الهدف تم إصابته وتأكدوا من مدى إصابة الهدف وأيضا يقومون بعمل بيان للمتحدث العشكري نجرد الآن هو تسريبات وأيضا تصريحات إعلامية في بعض القنوات وبعض الوكالات الدولية يؤكد الحوثين أنهم ينفذون هذا وهم توحدوا باستمرار يشرحون لوسائل الإعلام الدولية أنهم مستمرون في عملياتهم طيب إياد هو الضابط أو الشرط الذي وضعه الحوثيون حول الاستهدافات إما أن تكون السفينة مملوكة لشركة إسرائيلية أو أن يكون مقصد السفينة ووجهتها هي ميناء من الموانئ الإسرائيلية هل كانت هذه الشركة؟ يا شركة قيل أنها مملوكة لولايات المتحدة هل كانت تستهدف الوصول إلى ميناء إسرائيلي مثلا؟ أحمد في الحقيقة بعد الغارات التي كانتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانية كان هناك تصريحات الأمريكية بأنهم يستهدفون السفينة الأمريكية والبريطانية بالإضافة إلى العملية السابقة التي تستهدف السفينة الإسرائيلي والسفينة المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية بمعنى أن هذه العملية ربما تأتي على عملية الرد التي توعدها الكوفيون منذ بداية انطلاق التحالف الدولي وقصر مواقفهم العسكرية بشكل كبير واستهدف كثيرا من خواعدهم العسكرية وأيضا منصات إطلاق الصواريخ هم توعدوا بالرد وربما هذه العملية هي جد أمن الرد هناك أيضا أمس حديث أو بيان بالمركزية الأمريكية تحدثت أنها أسقطت صاروخ باليستي من نوع كروز كان تم أطلاقه باتجاه السفينة أو البارجة الأمريكية كما تابعنا وكما هو الإعلانات يعني المؤكدة بأن العمليات مستمرة باتجاه السفينة الأمريكية والبريطانية سواء كانت مدنية تجارية أو كانت عسكرية هما لم يحددوا بحسب تصريحاتهم خصوصا بعد الأحداث العاشر من هذا الشهر أنهم أكدوا بأنهم سيقوموا بالرد وأن السفين الأمريكية والبريطانية في مرمى نيرانهم هذا ما أكده جماعات الحوسي وأيضا تحدثهم العسكريين والرسميين وكبير الفاوضية الجماعة محمد عبدالسلام في تصريحه الأخير بوكالة هويترز شكرا جزيلا لك إياد الموسمي مرأسي لنا من مدينة عدن جنوبي اليمن أشكرك شكرا جزيلا كنت معنا من هنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر